أنت الأرض حق لها أنتئن معاناة ملايين البشر منذ مطلع القرن الماضي بعد الثورة الصناعية تضاعفت في الآوينة الأخيرة مع تزاود انبعاثات الصناعة وتفاقم تأثيراتها التي أدت إلى كوارث تغير المناخ متمثلة في الجفاف الذي بات يضرب بلادا لم تكن بالحسبان أن نسمع عنه وعصير مدمرة تنتقل من مناطق إلى أخرى تقتلع ما غرسه الإنسان في لحظة صدق مع النفس اعترفت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ماريكل أمام قمة المناخ السابقة أن الدول الصناعية هي التي تسبب ازياد حرارة الأرض على حين تكون الدول النامية المتضررة أساسا ضريبة لن تستثني الكبار فالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتريش حذر في أثناء كلمته أمام قمة المناخ المنعقيدة في شرم الشيخ بمصر حذر مما سمه نقطة لا عودة مؤكدا أن العالم يتجه نحو الجحيم المناخي وداعيا في الوقت نفسه إلى تسريع الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر الاقتصاد الأخضر أمنية لم تجد لها أرضا لتهبط عليها من خيال جوتريش بعدما فرضت الحرب في أوكرانيا والعقوبات عكسية الأثر على روسيا بحضر نفطها وغازيها على أوروبا فرضت العودة إلى زمن الآلة البخارية واستخدام الفحم ناشط البيئة المنهضون لاستخدامات الدول الصناعية الكبرى التي لم تجد سبيلا لجني مزيد من الأموال والنفوذ في العالم يطالبون في كل قمة للمناخ بالحفاظ على ما تبقى للإنسان أن يعيش واستخدام تقنيات الطاقة النظيفة والتخلي عن الوقود الحفوري ببداء للطاقة النظيفة في القمة السادسة والعشرين للمناخ تعهد الزعماء بحماية البيئة وهو ما أجل لأسبام غير مفهومة وفي القمة السابعة والعشرين تتجدد الوعود والمماطلات والتسويفات وكل ما يخشاه الإنسان أن يصبح شهيق تطلبه الرئتان أعز مما يتخيله زعماء العالم اليوم إذ يضيق الوقت أكثر أمام محاولات إنقاذ الكوكب المهدد بالتلوثي والتغير المناخي